ملع شراء حقاً من الصنهار على راديو كابافيرما وتوصلنا لحدش وأربع دقايق فقرة إيماجي ناتور يقول أحد المهندسين المعمريين إن الإضاءة الطبيعية تخلق البيئة الجميلة والإحساس بالمكان وتضيف واجاً جميلاً وتخلق حياة داخل المبنى لأنه نفهم أهمية الإضاءة الطبيعية بالنسبة للعمراء سواء التقليدية وإلى الحديثة على ذلك أنا سعيدة جداً أنه يرجع بحثينا دالي سافي اللي بيش يحاول إيبيننا أهمية الإضاءة الطبيعية والإضاءة الاصطناعية والإضاءة عممان وفي المطلق دورها تأثيرها وخاصة أهميتها في العمارة عسلامة دالي عسلامة مرحبا بيك يناس ومرحبا بالسيدة المستمعين لكل متاع كابافير بهي الدالي بعد كي حكينا في الحلقات الفارتة على أهمية اختيار الموقع على الأرض بالنسبة للبناء وحكيتنا زادة بالتفصيل على كيفية اختيار الأرضيات كما قلت مش كما الاستعمال العائلي وإلا كما تجيري اليوم الموضوع بيش يتمركز حول الإضاءة الطبيعية ودورها الأساسي في فن العمارة بالضبط كانت تكملها للمواضيع السابقة اللي حكينا فيها بما يخص الاختيار قطعة الأرض والبناء فما حاجة زادة مهمة مهمة جدا هي الإضاءة في منازلناك والإضاءة الطبيعية أو الإضاءة الاصطناعية باش نتحصلوا على إضاءة مناسبة وطبيعية داخل مباني متاعنا لازمنا نعرف طريق التوزيح الصحيح وعدة نقاط يجب مراعاتها اللي يوصينا بها مهانة التصميم والمهانة المعماريين ايه اولا باش نبديو من خلال من خلال التفسير متاعنا شنوما العوامل ولا شنوما الحاجات اللي هما باش يكونوا فعليين واساسيين في الإضاءة الطبيعية ايه كيفاش نخدموهم على قاعدة وشنوما الاضافة والوظيفية وشنية اللي باش يعطيهنا للدار متاعنا ولا المشروع متاعنا من بعد. مهم. باش نبديو بنحكيوه عن نوف. اهم حاجة. النوافذ اللي هما شبابك. مهم. اللي هي المسؤولة الاول على ادخال الضوء الطبيعي للمباني. مهم. وهكاكا نتحكمه بكمية الاضاءة وبكمية الضوء الطبيعي اللي يدخل للغرفة. مهم. يتم تحديد النوافذ وحجمها واماكنها حسب مساحة الغرفة. مهم. ركزوا منها. مساحة الغرفة. واضح. الموضحة في البنية. موضع الغرفة هذي في البنية. مهم. يندرى الغرفة هذي شرقية اه غربية قبلية. ولهنية باش نفتح قوس مهم جدا ومهم جدا اللي هو راو شبابك واللي فناتر. مهمش استندار. اكيد. ومهمش قاعدة. ماش معناه? معناه شبك مهو استندار يجي ارضه متر وعشرين ولا متر وثلاثين ولا متر وعشر ولا متر وعشرين. مهم. ومهوش اللي هو يتوسط البيت. يجي في الغرفة. احنا ديما مغرومين يجيبوا شبك ونواسطوا في الغرفة. بلايه داليها وش نقول لك علش مجوريتين تالعبيد علش ياخذوا اللي فنيتر استندار. خاطر هو كينش يمشي يشل شبك شي قولو. هذو ما استندار سوب وكي باش نطلع لك شبك باش يكون اغلى. دونك هو شي قول خليني ناخو استندار باش يتكلفي ارخص. لك ان كنتو باش تحكي بالطريقة هذي ذو اللي الحكاية ما ما تبشيش ما بعض هك. ما ونرجعنا لنرجعو للحديث اللي حكيناه في السابق قولنا رانا ديما هنوغزروا كان بين ساقينا ما نوغزروش القدام. بعد باش نرجعو باش نحكيو اللي كونو كي باش تنقص الإضاءة الطبيعية داخل المنزل متهاكرة داخل المشروع متهاكرة كونو باش تشعل ضوء صينيائي اكثر باش تستحق ضوء اكثر فاتورة الضو باش تزيد باش تستعلك ضوء اكثر اللي ربحت وانتي تويكة وتحاذقت في تويكة باش تخسره من بعض. جيش تربح يسيدك بوربيح. بالنسبة بالنسبة لشبابك اللي في التقاسيم اللي في التقاسيم معني هلا لا لا لم رخصها واللي بتبقى للكوروس الشروط والبني لم رخص واللي بالرو خاصة متاعه وللنس اللي تحترم الريتري. الريتري من الدور متاعه هو كونو باش انتي يتبعد هلا جارك وجارك يبعد عليك باش انتي يتخل لك. اهم حاجب لي عودة هلوم يدالي خليلو نسمعها. نحترمو مسافة القانونية الفاصلة بين جينا ما ديش تقرب الجارك وتحس عليه حيد. كل واحد عنده مسافة متعلي غاسيون متعلي سباس متان ماذا بين خطر نشوفه في بارش رمال غزمون مخالفات من نوعية هك. بالضبط هو هو الريتري من بين الاسباب المجعول في البنايات هو كونك انتي باش اه المنزل متاعك يكون المحيط متاعه فما تفعل ما المحيط الخارجي متاعه. جارك يدخل للضو انتي يدخل لك الضو. اه. كل الضو لهوي يرى وحتى حتى حتى انحنا نقول له الضو. نقول له الضو ثم اديك مو معا معا لهوي خطرهم وبعضهم. اه. اما كيما قلت له قلت لك الشبابك اوكي في التقاسيم اه التقاسيم المرخصة والناس اللي تطبق وراس الشروط نجم تكون اذيك ما فيهاش مشكلة. اه. وين تقع المشكلة ساعة? تقع المشكلة. وين في البنايات المتلاسقة. اه. في البنايات اللي فيها مشاكل متاع 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 ارتفاع معناها طلعوا نطور معناها عموديا. اه. اه برشا ناس تحير فيش بابك. وساعات نخطقو في 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 بلايسها ولا في 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 مقاساتها. اه. اه. وشنو المنصوح بيه ولا شنو اللي تنجم. كأنتي كمقبل على البني ولا قاعد تبني. اه. تهز الدالة متاعك. اه. ما 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 متزربش فيه حطان بلايس هشubaybe Zaz كي ما مقول البرطية صفها لولا والثانية متاعية jetur. تتروا. تشوف المنزل متاعك. بتاعه برابور اشعة الشمس. وبرابور الضو. على الامutio مشكلة للاشعة متاع الشمس الني طبت يتظر sparkle. بلظبب تشوف البرطية متاع الضو بين داخلها وفي في ساعات وفي ساعات النهار ان يوم متعددهم. اه. وتحاول تقرب الشباكة اذيك اللة كالبلاسة هذيك الامتاع اللي جاي منها افضل وباش تدخلها للمنزل للمنزل متاعك لماكسيموم باش تستغلها. وظليش انت عندك في سوء جايك ولا اشعة سمز جيدك من هنا. وانت شباكك يضل يديك عليه من هنا. دونك معاني. بل حاجة في شيرا. شوالي الشباك عبارة يدخلك في الهويكا ومش بشي تدخلك اشعة شباك. والله ايداليه حتى البوزيسيون يتحكي عليه متاع الشباك. والله يصدقني تعمل حتى مشكلة انت بعتكش بش تحط لأثيث متاعك. خاطحنا ساعة نجي ونحط ه الشباك في الوسط. اي. ونحير ونولي الحيط اذيكم عشان نجي منحط عليه لخزينة لبير وإلا اي حاجة بش نحطها. يا كل الاسباس ميخنيش نتحكم. دونك نتصور حاجة وحوجة كما انت قلت. منك انت بش تشوف الشمس بش توقض اطول مدة متاع نهار تضرب لك في البيت. وزيت نتصور تربح بي حتى الاسباس متحيرش مبعت في ديكور متاعك وش موش تحط عليه يعني مقعدش حيط وبرمزوز. افكتف ما. لو لوية للاشعة الشمس وهي قديش قلنا تقعد اكسبوزي ناخذو نحطو بشوباك ناغا ديك. بالنسبة لامي نجمو نصرفو فيها كحل من حلول ما يوليش علينا اسقاط اذيك كونو شوباك لازمو جي كان في الوسط وتماتيك مهو. ولو نحطوه كان في الوسط. اي. معلل شبابك فما فما لكور. اي. وسط من الحلول اللي ينجم ينفسنا برشا ويدخل الاضاءة طبيعية للمنزل للاسف خلال التخطيط متاعنا ولا خلال التصميم متاعنا ولا خلال البنية متاعنا. الكورة ذيكة نشوفوه نحنا اسباس بردو. نشوفوه اسباس ضايعة برابور مساحة البيوت ولا برابور مساحة الكوجينا برابور السلامونجي. ونتخمره كل عادة ونحبه نكبره في البيوت. اما شنية فائد انك تكبر البيت ولا تكبر الغرفة ولا تكبر الكوجينا. وانتي عاملها ظلمة. معناه هي معادلة نحاولو كيفاش نوفق وبينيتها نقطيو الكور حقو خاطو الكورة ذاك بيش يكون لنا منفس. بش يدخل منو الظوب ش يدخل منو لهوين. اللي هو بعديك بش يعطي طابعا بتا انشي راح وراحة نفسية ونحكي منبعد على الايجيبييات ومتاع للإضاءة الطبيعية في في المحلات متاعنا. اللي هو بشوي ديك تنفيسة للدار للعبيد اللي تعيش في وسط الدار ومنحاولو كي ما قلت لك ما 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 نحسبوش منجيش يقول عليك انا عملت اه زوزميتر ولا زوزميتر وسيبوها بك حالتها ليش بيك سيبوه صحيح. بالضبط ونشوفو ونشوفو موقع الكور زي ده موقع الكور في البنايات مش بشرط يكون في الوسط معناه معناه نشوفو حسب كما حكينا اتجاه الشمس حسب قطعة الارض امتعانة حسب المنزل امتعانة وين وين اتجاه الشمس. ونشوفو كيم ما نرجو نعود نحكيون ثبته اناهو اكثر بريود تقعد للاضاءة متاع الشمس متواجدة فكل بقعة هذيك. به دليل جس نقطة لهني كي ما انتي قلت برش عبيدي وليماذا بيه الاسباس ييكلو الداخل في الدار يحوزو الداخل. ممكن زادة فما نقطة لهني السورفاس متاع عبيت بكري كانت المساحات كبيرة تو نعرفه لكثريت الناس يشريو ديلو تيران صغار شوية المساحات مش كيمة بتاع بكري كيمة متاة ونحكيو على كيمة نقولو ديار الشعبية مش نحكي على الانسان قاعد يبني في فيلا ولا حاجة. دونك نتصور انسان يخمن في الحكاية هذي كيمة قلت انتي را مش جوز كيمة قلو قرضة مدخلة للبيت را ولا حسب برش حاجات انتي بيش تحكي عليهم في التفاصيل هذي. بالضبط معناه ديما نعمل انا ميت ميت انت عندك ميت ميت رو نعمل سبعين مترو ايفكاس. اي. ومشي رهين. اي. ومزيانين وولد حب بنتي. اخر ملي نعمل المياه مع دومين. اخر ملي نعمل المياه ثلاثين ميتر وذوكو ملينا زيت ومظليم. وزيت اسمعني تحط فيها كفاز ولا تحط فيها كتازنع فيها حتى محابس والحاجة شوية كتحط فيها. شوية جردين هاجة شوية كذية. وش حتى جردها محفورة حتى اللي لبكال عنها انواع. ديبو انواع وشكيين موجودين. هني قلت لك اضاءة اه كومفورت. او نحكييو. اضاء كومفورت كصغيرات كتنجم حتى بشي يلعب بسكليت ولا بشي دور ولا بشي تنفس ما تبقاش مربوط انت بشت هزي صغيرك بشي عمل سركوي بسكليت الا ما ما تخرج به من الدار. واحنا عنا سركوي بسكليت دالي. معانيش. 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 يعنيش كما قلت انت لعانا للداخل للبر على قل اخلقوا روحك لسبه. بالضبط. اه معانا وافذ النجم ونستخدموا الالواحة الزجاجية دي اللي في المكاتب ولا في الفضاءات الهام. باش نحسنوا في الاضاءة داخل الغرفة ولا داخل الفضاء. نجم ونعوضوا الجدران معانيه اذا كان معانيش عن التاجئنا باش نباش نباش نزيدوا اضاءة للمكان امتيعنا. نجم ونستخدموا هذا السقف الزجاجي ليس كايدوم. اكس ترا. فما كلي بانو هكا مربعين يحطوهم ساعات فوق البيب والحاجة كلي باللار بدخشين شوية كارو. اي هذوكم زيدة برشا. اي هذوكم كحل من الحلول. او كمم ساعات تحل تبقى مشاكل. ما تنجا مش تحل شباك وطولي هاكا امواة دخل الضوء. ما تدخلش لهوية. برشا برشا كذا لي متنجا مش تحل على الديار ولا تحب تحلها لعجارك تولي تستعمل امومة. اه استعمال زيدة المرايا العاكسة في المانيزل ولا في الاماكن كيف زيدة. النجم ونحطوا مرايا عاكسة امام لسورس متع المميم المصادر متع الضوء شباك وده البيب وده اللي هو اللي كل ما راي ينبعد سيم في الانتشار وفي الانحكاس متع الضوء ريبرتيسيون متع الاضاءة في كامل في كامل الغرفة متعنا. مالغز مو برشا 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 تونسا ما يجبوا لهاش حكاية هذي خبرة وزيد بحكم معتقدات مالغز مو عليش نقول مالغز مو. موش مليه. موش مليه حتحط مريه في الدار. لي لي عليش. انتي شوف الحاجة اللي بيش تعطيها لك. لوف الوظيفة اللي بش يترار وجهك. لا ميساش نمشي الراوجة شبية ربي يخلقني حمدولله. واحد يحب روحه اش بيه كان يشوف روحه في المريه. وزيد الدور متاحها للمريه اللي بش تعمله لك بش تزيد الضوء لك الاسباس اذا كان الاسباس متاعك يكون اضمن. يقتضي مرايا. سحية سحية. اه. اللي حكينا عليه هذي الكل يسب في فوق قدمتها الاضاءة الطبيعية وراه لازم التوفيق في الاختيار وفي اللي شواء خاطر كما قلنا عنصر مهم ينجمي هزلك المشروع متاعك والدار متاعك. اه. لمنحة اخر كما ينجمي يحطمها كما بعد بش تكري بش تسكن بش تبيع. اه. انتي دي جا تعرف اول حاجة انباكت من بعد بش تدور بش تختار دار ولا بش تكري. تقول لك ظلمة. ظلمة. وفعل اه. ظلمة. ولا فيها ندية ولا ميدورش فيها ما تسرقش فيها الشمس. اذية معناه مشكل اللي هي معناه كما قلت لك تنجم انتي تنقاجي روحك ميدورشا مباط تقسي فيهم مجرأ للاختيارات هذه وعدم التوفيق معناه. وهو تؤثر حتى على الكنديسيون متع الدار من داخل الساوء. اول حاجة مع التوفيق معناه في الاضاءة الطبيعية والليبون. وهو كونك بش توفر في استعليك الطاقة. اكيد. معناه انتي كنت تستعمل طاقة بش دي ما عندك الضوء قاعد يمشي وكلي راجع. اه اه اصطناعية قاعدة نهر كل ما نعرش في ستة ولا سبعة سوية. اذكت نجم انتي توفرها بالاضاءة الطبيعية. بش ترباح بش ترباح فلوس. ومعهم فيتامين ارا. بضع. ضوه فيتامين دي متاع. زادة 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 فما نقطة اخرى ما نحاولوا ما نقعوش في في الخطأ لان فيروس. الي هو نكبرو كبرو في الشبابك. بعدي كان نوح لو كان في كليماتيزاسيون ولا في شفاش. اه اي فاستنعليش. اي. معناه انتي اذا كان زادة كبرت. واقدمت على تكبير الفتوحات بتاع المنزل كوسوسوها في الشبابك. ولا إلا فستنعت. تخدمهم مش فيتخاش سامبل معناها، ولا تخدم بول، لازم تخدم دوبل فيتخاش كيف كيف زادة الكلوازون تخدمهم السامبل تخدمهم دوبل، خطرنا دي كان بعض بيشتولي لكبرت دوش ألور كبيرة ياسر اللي انت فيتلقى روحك زادة كيف 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 إذا كان مشتحسبها أمور كوب برابور السنوات الأولى متاع المصروف بيشتلقى روحك رك اصرفتهم فاتور الضوم معناها، فهمتها؟ وصفتهم توحنا مع التغيرات المناخية الدنيا والي تسخن بارشة، وتبرت برشة يعني أقرح سبك إنتي ذي كما تحبش تصرف على الشبك بش يكون كما قلت إنتي رأي سخانة مش تتعديلك دوبل ويش تكونسومي أكثر إينارجي دونك دبير فرنس تخسر شبك، ولا بعدك شتراسيتك فاتورة تشفيك سخانة؟ ويهو زادة والحس والاكوستيك مالا اهو كما قلنا معادلة كالكول حكم، لازم ننوفقه فيه بشن والله دليعتك الصحة خطر الحاجات تقول فيهم، حاجات مهمة على الأخر ملكوتية شنوة ديما أحنا التونسي يغزر عنا بالحق، يغزر الزاوية والزاوية الأخرى ما يقرأ ليش؟ عطيه وقته نبني بأرخص حاجة، لكن ما يتصورش اللي ممكن الحاجات دوما شنوما؟ اللي بشي يدفعو دو، ما دكش يدفعو دوبل تمرض، تمرض، أنا نحكي تجربتي، شبني أنا عن تجربتي الشخصية في مكتب المكاتب أنا عنا شبك على الكيس، مختم سامبل فيتراج، مرض، مرض، طولي مرض، طولي مرض نحس كن نقل لي، أنت الداخل، تعيش معنا فجاحين، بعد الشرح عليك لازمنا لا نستخفوش بالحقيات هذي نتصور شخطوط البنية دو ولا ياسر قريب البعض احنا للمعادش كلي بنيات ياسر متقاربة وبنتصور الحاجة هذية مهمة باش تعمل نوعية شبكة كذي خاد باش ميتعليك شو الصوت متع جارك اخر حاجة انا أعطيك من الأخر، اخر حاجة في تونس العزل الحراري والعزل الصوتي نعطيها أهمية ونعطيها قيمة ونرجعولها في حلقة أخرى اللي معنية بالحق تكي مرضو بالعصاب بدينا 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 شنية جاركي طيب ومتي تسمع فيه شو ما يطيب بلول تدى نورمان نورمان وملك ما دكس نتصور معنية مرضة بالحق إذا نبتلك الاقتصاد في الطاقة قعدنا نسمع بيه كم فك الملسق هذين بتاع ذيك في الجنديا لمضات الإشعارية لمضات الإشعارية ما فماش حاجة فماش حاجة من الموسم فماش حتى الدولة وحتى البلاد ماش قادر دز نحاول نحاول اللي هي بش تربحنا طاقة اللي هي بش تربحنا إنرجي اللي هي بش تربحنا كونفور داخل ما ننزلنا طيو إن شاء الله نرجو عليها معنية بأكثر تفاصيل حكينا على الفلوس جيب العجيب قلنا لنباكت متاع الإضاء كم نسألة هنا في الشباك كنا نحكيه على لامنيوم وش نعمل مقارنة بينه وبين الشباك اللوح قادر خلينا في نفس المقارنة المقارنة شباك اللوح شباك ميزين وتحفونه لكن مشكلته مشكلته في مشكلته في كما قلت لك في أغلب مناطقنا في تونس اللي هي معناه كما نقوله مناطق رتبة هاو شباك تنفخر هاو تسكر هاو ما تسكرش هاو درجنية قعد كان في في بعض المشاريع الخاصة للدزاين والتصميم يحكم باش نستعملو شباك بكلوح سينوه طوي كل متجهين متجهين نحو 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 الأليمينيوم كم فهمتك والله دليحات الطول اللي يعملو حاجة ستيل عربي معاش يحب يحط لوح يعمل هكا الفورما بتاع شباك ويعمل شباك أليمينيوم يقولك مشكلة مشكلة ومشكلة مشكلة اللوح هذي كديمة نرجع حتى احنا نسير انا نرتيح ونغسل البرسين خاطر البرسين يشت برشا غبر لا لأليمينيوم يرحا مودي تصب الماء براتيكا حاجة ما حاجة أكثر لأليمينيوم حكينا قلنا الناحية المادية تأثير مثل إضاءة طبيعية الناحية الناحية الصحية واللي هي مهمة مهمة يتصر النقطة هذي لأنه ضوء الشمس عنده أهمية كبيرة في الحفاظ على الصحة وعلى النشاط وانتي تعرف معنا الصغيراتنا ولا الناس اللي تخدم معنا الشمس نشط ضوء طبيعي نشط يعطيك بلوس يعطيك بوز هي أصل دليل بسيكولوجي إنتي سفحك تحل الشبيك وتعمل هكا كريدو كترى الشمس مغير متوشور تتمدك بالطاقة الإيجابية فأنت أحنا تونسون جنرال نصول كنتقس كما اليوم دي ما مغيم دي ما مغيم يأثر على نفسية بالكسيد كتتشوف الشمس حتى تكون هكا مكوسد تخرج البر تذربك حتى في دار تبدأ تخرجك ولا إلا تدور في الأحويس تذرك الشمس حمدولة تطيقك الشحنة كومي وحاجة غري أشعة الشمس وعلاقتها مع اليوميديتي ومعن دي كوني نراد وشاكننا 80-70% من ديارة وينسا اللي نعاني من مشكلة الدين دي اللي هي بارتي منها هي متسبفة الإضاءة الطبيعية ونقص الإضاءة الطبيعية وبرتي الثانية هي لطنشيتي العزل العزل معنى مشاريعنا بارتيك توسي من يشرب بارشري ميديتي دا هي بينسو راي يعني تشرب تشرب معنى فما دي برودوين باع لتبليك يعني يعني لازم يعني هنا تنصحهم نتصور كل إنسان بني جديد أول حاجة يعمل هالطبقة العازلة هذي طبقة العازلة الكوش متاع البنتيورة ذيك اللي هي فها بارشنوية يعني هي أول حاجة كوشت بنتيور أبار إضافة متاع الجمالية وكده هي مشعولة راي مشعولة للعزل معنى باش تحمل حيط من شربان الماء به دلي الوقت يزرب بنا مشعلا ترقنا جملة المواضيع توش نوز تباش تعطينا ركاب وإلا حوصلة لأهم النصائح لتنجم لتفادي الحكاية هذو هانا قلنا الأهمية متاع الإضاءة الطبيعية في المنازل في المحلة تمتعنا أكثر الأخطاء الشائعة اللي تقلل الإضاءة الطبيعية داخل المنازل هي النوافذ الصغيرة واماكنها كما قلنا أهي من بعد الداخل في الدكور وفي التصميم زادة اختيار شواء متاع 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 الستائر حاولوا من مشيوش في 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 ألوان غامقة وألوان ديكنا خاطر انتي ديجا عندك ستور مانويل فماش عليها الزادة لل الستائر من داخل باش تعملهم لون غامق تعملهم غامق إذا كنت باش تعمل ولا ما عندك إذا كنت عندك مفاهة باس تختار لون فاتح باش هاوكي يخلي لك الإضاءة ديك تدخل كيف في الألوان بتاع الجدران والحيوط من 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 نختروش ألوان غامقة خطر دي جابة تبيعاتها هي باش تمتصلك باش تلون مغامق يمتصل إذا أدونك باش يضل مننا الإسباس وكيما قلنا إهمالهم تاورهم 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 المرايا اللي هوم في بعض الأحيان النجم يكونوا دي سورس تعكس الضوء الطبيعي واضح وسريح ودينما نقول نعود أسمو كلام دالي تربح وإن شاء الله المنفعة تحصل وكيما شفنا مع داليل بالحق أهم التفاصيل وأدقها تنجم تربح في برش فلوس وخاصة الهناك تزد تكون مربوطة بصحة الإنساء خطر أنا مش البني فقط هني بني وكهورك أني بش تعيش فيها طول لطف مرات الحساسية شفت برش صغار يمرض بالواحد حتى الكبار عليش من جملة الحاجات المشاكل هذي صحيح يقعد الموالي هو الإضاءة الصناعية طريقة توزيحة طريقة توزيحة بحول الله بحبابكم إن شاء الله في الحسل إن شاء الله داليل شكرا لك بعد شوية بش تكون فقرة تفلحتنا في جهتنا مع سيدة نور منصور تابع تونسية بش تحكينا على الوضع البيئي الكارثي للبحر وتأثير دالك على حيات البحرية